يعني الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لهم بالرحمة الذين يبلغون حديث الرسول ويرغون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم طب في بداية الحلقة هنقول يعني ايه سنة الأول السنة يعني بيقال عليها هي ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها يعني كل الحاجات اللي احنا نقول عليها النهاردة لو انت عملتها هتأخذ ثواب عظيم طب لو تركتها لن تأخذ زمن ولكن السنة هي تجعل الإنسان موصول بالله عز وجل وتسد الخلل في الفرض يعني لو احنا كان علينا فروض ومسد نهاش فلما نأتي لله عز وجل فيأتي بهذه السنة يسد بها خلل الفرض وفي نفس الوقت السنة يعني تجعلنا نعلو في أعلى الدرجات كل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو حتى أمر يعني فو على أمامه ولم ينكره فهو سن نهاردة ان شاء الله نتكلم عن بعض السنن المهجورة والسنن دي بتمس حياتنا قوي ويعني هنبص لها في كل أحوال حياتنا وهنكتشف ان السنن دي مش مجرد يعني أمور عبادية احنا بنعملها كده في حياتنا وبس لا ده يعني أمور لو احنا تتبعناها يعني هترجع علينا بالسلام والسعادة والطمأمنينة وهتخلي علاقتنا بعض حسنة فهنشوف كده بعض السنة النهاردة ان شاء الله منها قيام الليل كنت أحضرينك لسه كنت أتكلم مع حضرينك قيام الليل من الحاجات اللي احنا فيه فيه فرائد فاتتني فممكن في قيام الليل بعوضTH صح الكلام ده طبعا أفضل الصلاة بعد الصلاة المفروضة قيام الليل وكان قيام الليل في بداية الدعوة الإسلامية كان واجبا على المسلمين لكن لما ربنا عز وجل لقى المشقة على المسلمين في قيام الليل فجعلوا سننة للمسلمين وواجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل من الأمور أو من السنن اللي أنا بصراحة بحبها جدا يعني وبحس فيها أولا بحس يعني بنوصل لمرحلة الإيمان وأعلى مراحل التقوى من قيام الليل هي فيها إخلاص يعني هي صلاة قيام الليل فيها إخلاص ليه بقى لأن هي بتبقى سبت نومي وسبت كل حاجة وجيت بيحضرني حاجة كانت للنبي عليه الصلاة والسلام أنه لما كان مع السيدة عائشة وبيقول لها تركيني أقوم ساعة من الليل يا عائشة فقالت له إيه إني أحبك بجوار يا رسول الله ولكني أفضل ما أحبه على ما أحبه أنا يعني أن هي أنت حابب ده فأنا بحبه بس يعني ففضلها كبير جدا